يعكف وزراء الخارجية العربة اليوم على بحث جدول أعمال من عدة نقاط يتصدرها الموقف العربي من القرار الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل كما يبحث الاجتماع الذي تحتضنه تونس تحضيراً للقمة العربية المقررة بعد غد ملفات أخرى من بينها الوضع في كل من اليمن وفلسطين وليبيا والعراق وقالت مصادر الدبلوماسية أن الاجتماع يدرس كذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار